ورقة ابن نوفل في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد وغيره أن خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل يعني ما خبره ما حكايته ما شأنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته عليه سيابا ضياضا وأحسبوا أنه ليس من أهل النار لأن أهل النار لا يلبسون سيابا ضياضا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مرسل لمحمد بن شهاب الزهري والمرسل من قسم الضعيف لكن له شواهد حقيقة وردت فيها إرسال أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله نظر إلى الروايات التي وردت في هذا فحسن هذا الحديث المرسل لمحمد بن شهاب الزهري بشواهده والله أعلم